اشتركوا في القناة 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 فرقة. صوان الزمالك او بيرمز. اه. فارق ستة او سبع سبع ستة ولا خمسة عن الابيرمز. انا بنتكلم دلوقتي الاهلات. لا هو داخل المباراة. اقولك داخل المباراة. بعد الفوز ده واحد تلاتين بيرمز تبقى تسعة وعشرين. لا انا بقولك داخل المباراة. اه. وهو واحد وتلاتين بنق. الزمالك ثمانية وعشرين. صح? صحيح. بيرمز ستة وعشرين. اه. يعني اذا. اه الامور كلها في صالحة. اه. ودي مش مفاجأة. لا المصر استاهد. المصر كمان مضايق عن الفراد. يعني ولولا الشناوي كانت النتيجة بقت اتنين وممكن بعد كده كان اللعب يبقى مفتوح اكتر من كده وكان ممكن المصر يهبط. انفراد بتحسن علي كابتن قصد. اه. اه طبعا. اه. اللي بعد الجه. اه. واخد بلد. اه النادي الاهلي مضيعش فرصة. النادي الاهلي لعب بطريقة غلط. النادي الاهلي في وسط وفي عز ما هو محتاج افشة الشده. وبيلاعب احمد عبدالقادر في دقيقة كامل. احمد عبدالقادر كابتن نزل في. في دقيقة ثمانية سبعين. اه. ثمانية سبعين. طب اتناشر دقيقة. هيقدر يعمل حاجة. مم. مش هيقدر. فهو مسماني عمال بيقلف ومفكر نفسه. طب النهاردة لعب اه بايمن اشرة. عادت ياسر ابراهيم ديه. وبعد جده شدت التاني امجامي لعبه. صح? هو هو بيعمل روتيشن كابتن لانه. لا روتيشن ايه? يعني. لو 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 روتيشن. يعني على حسب ما اعتقد يعني. دا ما فيش حاجة. فكرة ان انا عندي ماتش قوي. مش عازلني برر. مش عازلني برر. مش عازلني برر. انا بقولك تفكير ممكن يبقى عند الراجل. طب الروتيشن ده طب اللي اسمه بيرسيتاو ده اللي هو بيرسيتاو يا ولادي الحلال. بقاله كام ماتش تايع. وراما كده هو مصر عليه. مم. بايد عن المستاهة هو صراحة. الماتش تاو تاه. ده خلاص. ده خلاص. ميكسوني لما انا بقولك على الاهلي لما جابوا الجون ما شفناهوش تاني. في ماتش الاتحاد. واخد دلك. واحنا عشان كنا ساعتها بنتفرج على الماتشين ومركزين اكتر. في ماتش الزمان اللي كوبيراميز. فاحنا مركزناش. لفي ضربة الجزاء اللي على الاهلي. ولا الجون اللي هو جي وتلغى. احنا ما شفناهمش وما نعرفش وما اتكلمناش عنهم لان ما شفناهمش. واخد دلك يعني اذا النادي الاهلي الكرف بتاعه نازل. الماتش اللي قبله تا حسين الشحات انا مش فاكر كان بيلعب مين اللي حسين الشحات جاب في الجون. كان بيلعبه مين. ده ماتش فطوط افريقيا. يعني. الهلال. الهلال. اه. واخد دلك قبل ماتش الهلال. الكرف بينزل. من كل ماتش التاني. هو راجل ببرره بين الحالة البدنية والحالة. حالة الحالة بيادي. ده انت مد الناس. ده في تصريحه اللي في الماتش. يا عم يسيبك وهو استاذ تصريحات. هو النهاردة قبل الماتش قام جاي 김يتحجج وقال لك الملعب. طبما الملعب ده انت دي يقالي بييه لو علي العرب بوط. برج العرب ده ولا فيه خلاف. وعدين انت هتلاعب المصري فين غير في برج العرب. هتلاعبه فين غير. وبعدين لما كنت بتلعب في افريقا. وكنت بتلعب في برج العرب. الماتشات اللي اسماعيلي بتلعبها في برج العرب هي والمصري. افراجات الزمالك لما بتزنئ بتلعبه في برج العرب. صح? لا هو الملعب عمتا معلية وعليه لكن الفكرة نفسية ده دي حجج اسمعني هو بيحط حجج عشان لما يخسر هيخرج النهاردة في المؤتمر الصحف هيقولك الملعب ما ساعدش لعبتي طب انت لعبت ايه عشان ساعد لعبتي انت رحت للجون وحطيته الكرة الكرة من جامعة غيرت تجاهها وبدأ ما تخش في الجون جات في القيم يبقى كده الملعب كرة لما تشاط مثلا تبقى راحة والجون ما يسدهاش وتخش من مرة واحدة هو المطش ده الصراحة كابتال رضا فيه فرق كبير جدا من ما بين المباراة قبل كده كان الاهلي زي ما انت بتقول كده بيوصل وكان ممكن يعني يبقى فيه تأثير ايجابي اكتر على المبل النهاردة ولا المطش اللي فات ولا المطش اللي فات دايعة تضرب الجزاء وبعد كده الجون بعد كده ما شفناش النادي الاهلي في التمنتاشر زي ما ما احنا متعودين خلي بالك ان طول عمر النادي الاهلي هو مغلوب فاخر خمس دقايق كده لما الحكم بيدي ست دقايق النهاردة وانا ما عرفش محمود عشون رفع ست دقايق ليه لا فيه وقت ضايع ولا الكلام ماشي رفعت ست دقايق عشان اني مثلا النادي الاهلي بزمقى مباراة بالنسبة له ولعبته مباراة جديدة صح؟ صحيح وله فيه اسراء وفيه عزيمة انما تحس كده ان اللعيبة مش قادرة اللعيبة هل بقى دول من الاثناشر ومن الاجهزة اللي اداهم ولا هو ما بيمرنش بدني ولا طيب هرجعلك تاني كالترداد كابتن محمود خليني اسألك تفسيرك لهذا الاداة وتفسيرك للهزيمة النهاردة بالنسبة لنادي الاهلي والفوز اللي يعتبر طبعا النهاردة بعد اللي احنا شفناه من اداء النادي المصري مستحق بشكل كبير يعني ما انت خلينا اقولك في البداية فاروق لازم تشيد بالنادي المصري عمل مباراة كبيرة النهاردة افعل على خطوط او اللعيبة اللي عندها حلول في النادي الاهلي بطريقة معاني الشعباني يعني خلينا اقولك معاني الشعباني النهاردة تفوق على مسماني اللعيبة كلها لعيبة المصر كان عندها الرغبة تكسب عندها الارادة نية تكسب بتلعب فرقة كبيرة فيه تقلق واضح للعيبة المصر النهاردة بشكل كبير جدا منه عمر مرعي وحسن علي وجرندو وده اللي خلى معاني الشعباني يقفل على الخطوط من قدام وكان الخطوط متقاربة بشكل كويس جدا عندهم الحماس خلينا اقولك كمان اللي جاب الجون يمكن كان عليه لغت كتير جدا في برسعيد وهو العيوني لأنه ربنا قرموا بوجون وقدروا يحافظوا عليه الآخر دي كان فيه خطوط متقربة لكن خلينا أقول لك في النادل آلي يعني عايز أقول لك أني أنا أتفرج على النادل آلي بقالي فترة ويمكن إحنا نتكلمنا في أفريقيا أداء النادل آلي مش مكنع سواء في أفريقيا أو في الدورة بقالنا فترة بيتغلب وبييجي فيك إجوان بيتغلب من سانداون زرايح جاي حتى لو أنت وصلت للدور قبل النهائي برضو كفرقة كبيرة مش بالشكل يعني للنادل آلي أو شكل النادل آلي بشكل كبير جدا لكن النادل آلي بيمر بنسيق إلى أسوأ مع موسماني ودي حقيقة سواء في التغييرات سواء في التشكير ده تشتيرك للهزيمة النهاردة هل كنت تتوقع من بعد المات شريفات أن اللعيبة ممكن تكتفوه ولا كان يبقى استكمالا للشكل خلي بالك النهاردة كمان أنت أولت حاجة كمان كويسة فاروق أن أنت المباراة دي تعتبر بروفا لمباراة الرجاء أن يكون اللعيبة الناس قاعدة مرتاحا النادل آلي يلعب ماتش كبير جدا يوم السابت في بطولة أفريقيا النهاردة بتكسب بكوة لكن خلينا أقول لك النادل مصري مداش فرصة للنادل آلي وده أو طريقة لعب الموعين الشعباني هي اللي حطت النادل آلي في الوضع ده أن فيه توهان ما فيش تركيز قفلوا بشكل كويس جدا حتى تغييراته متأخرة النهاردة عشان أن نزل عندي حلول لأحمد عبدالقادر عندي حسين الشحات نزلوا متأخرين فبالتالي أنت مش يقدروا يعملوا حاجة النهاردة حتى لما نزلت أحسام حسن طلعت أفشا يعني أنت الراجل حتى اللي هيمقول لهم بليه مكر طلعته أو شديته النهاردة مصمم على بيرستاو بيرستاو من ساعة ما جاء النادل آلي ما عملش مباراة كويسة اللي هي موراة الإسماعيل في الدورة وإحنا توسبنا فيه خير وقلنا النادل آلي جاب لعيب يقدر أفريكي يقدر يكون عنده حلول ويقدر يكسب النادل آلي ما اختارف يضيف للدورة المصر طبعا لكن المسلماني أنا شايف أن المسلماني لا يعني بعيد يعني النادل آلي نادي كبير النهار ما ينفعش الناس تبقى قاعدة وما عندها ثقة في النادل آلي ما عندهش خايفين النادل آلي ما يجيبش جول فدي مشكلة كبيرة لمبارات الرجاء إن شاء الله طيب كابتر رضو عندي سؤالين سؤال الأول البداية أنت قلتني البداية غير جيدة في التشكيل وإذا معناها هتقولي برضو التشكيل اللي ممكن يكون مفروض كان يبتدي بيه بشكل طبيعي من وجهة نظرك في نفس الوقت مسلماني نفسه هل بتشوف إن هو بيحاول يبدع في الملعب ولكن الأمور بيتيجي عكس اللي هو عايزه تماما أخوة اللي بيبدع ده مش بيلعب العيب الكورة اللي هي عندها الحلول صح يا والله غلط وأنت عشان تبدأ الأبداع مش شرط إن أنا لا زي أنا بلعب بخطة معينة لا ما بلعب بخطة هو بلعب بإمكانية لعبت القالي وخلاص أنت لو بتلعب وعايز تعمل إبداع لازم يبقى فيه أفشة لازم يبقى فيه حسن الشحات لازم يبقى فيه أحمد عبدالقادر واغت بالك الكريم فؤاد ده بصراحة يعني لعيب أنا معرفش النادي القالي تعقد معاه بنان علي يعني النادي القالي تعقد معاه بنان علي كان عامل موسيق كويس كابتن مع إمبي وهو اللعب من نجوم موسيقى أنا معرفش أنا مش حاسس به خالص بالعكس أنا المطش اللي فات والمطش ده والمطش اللي بتاع سانداونز مع إنه تظلم فيه المطش اللي هناك عشان إنه كان تقيل عليه والكلام ده بس أنا مش حاسس كل ما حد يخش عليه وقع كل ما حد يخش عليه وقع فيه إيه دي حاجة تاني حاجة أين كرتك المسمرة اللي هي بتطلع على التمنتاشر وبتعمل كروسة أو بتشوت أو بتباص وبتعمل وقت هتوخد عشان إنه إنت يبقى عامل جبهة ما بنشوفش الكلام ده خالص خالص وقت بالك دي حاجة تاني حاجة إنت مثلا النهاردة بدأت بقافشة طب أفشة معروف إنه هيترائب لازم يبقى فيه حد تاني بيخف الضغط على أفشة اللي هو أحمد عبدالقادر تمام لازم يكون فيه حسين الشحات وقت بالك أنت مصمم له على بيرس تاو ورأة ربحة كابتن أو الراجل بدعب على ورأة ربحة موجودة ورأة ربحة موجودة ورأة ربحة بس ورأة ربحة ده كل مطش يجيب لجون أو يعمل لجون طب محصلش حاج جاب له غول في مطش الهلالة يا عم لا أنا بكلمك على بيرس تاو فين عمل إيه بقاله خمس مطشات دلوقتي نفس الشكل هل بتعتقد أن بيرس تاو عنده مجموعة من اللعبين مثلا زي بيرس تاو ميكسوني يعني هو الراجل كان بيشتغل معهم قبل كده وبالتالي لما بيبقوا موجودين بيحاول يديهم فرص أكتر من لعبة تانية مش موفائي بس أكتر من فرص تانية آه طبعا أكتر من حسام آه أكتر من أي حد بدليل ما بيطلعوش انت المطش اللي فات مطلع شريف المطش ده النهاردة طلع كل اللي حواليه وهو ما طلعش وغبالك ويمكن يتقرس المطش اللي فات لما طلع شريف ورغم كده أعذر شريف لأني مفيش حاجة غاتلو مفيش حاجة غاتلو مفيش شريف النهاردة باستلام كافتن برضو مفيش أنا مليش دعم الاستلام لا مش موادية مرحلة متنكيزة عند العيد حبيبي لا دامش بتاع الاستلام وتسلم شريف بتاع حطله في حتة مساحة يعني يروح يجيب لك جون حطله الكرة في مساحة وملكش دعوة عندما ما تقوليش الاستلام طب حسام حاصل المنزل الاستلام نفس الكلام الاستلام بتاع المعلم بيرسته هايل بس مش ايجابي وخلي بيلك حسام حاصل نازل يا كابتن مفيش ثقة لا انا بقولك يعني حتى المطش الاتحاد المفروض لو انت هتقعد شريف تلاعب حسام لانه رقم تسعة صريح انت ملعبتوش وروح تلاعب بريستتاو فهو الرجل برضو نازل ما عملش حاجة فانا بقولك هو مصمم على حاجات يعني مكسوني مثلا الوحيد اللي بيحاول اعجون وعارف انها هيخرج برضو يعرف انها هتلعب حلوة واقش هتلعب هتلعب طب انت قلت بتوقع ان بعد اللي عمل احمد عبدالقادر في الماتش بتاع الاتحاد وهو سبب يعتبر في الهدف انه يبتدي من الاول النهاردة كانت مانا اسألتك السؤال هل كان فيه تشكيل مختلف انت ممكن يخلي شكل الاهلي مختلف النهاردة اه طبعا من البداية اه بيخلي النادي الاهلي كوة هجومية ضاربة مين اكابتن مسلا احمد عبدالقادر وحساني الشحايا ما انا بقولك معه كمان افشا بيخفوا الاركابة عن بعض الثلاثة بيبقى فيه حل ان احساب بيحطها تحت رجله بيبصص صح نفس الكلام احمد بياخدها ويروح يعمل دريبلينج ويروح على الجون على الثمنتاشر فدي بتسهل للراجل اللي هو قصانع علعاب ان هو قيمسك ويلعب ده في مساحة يلعب ده في رجله وقت بالك فبتدي حتة الاستحواز وحدة الافضلية الكلام ده مكانش موجود الكلام ده مكانش موجود لان بيرسي تاو ميكسوني ميكسوني على طول بيلعب في نص الملعب لان هو عايز يدفع عشان يرضي الراجل يعني هو عايز ينزل زيادة ينزل زيادة عشان ان هو يعمل واجب الدفاع عشان الراجل ما يقولكش ايه دوام اثر في الحتة الدفاعية فانت فقطت حتة كتيرة ناحية كريمي العراق النهار ده بيلعب لوحد هد بالك كده كريمي هو كهو بيرسي تاو هنا وكان ميكسوني جنب السلية تحت محمد شريف يعني مفيش حد كان عطار في الناحة التانية طيب قبل مراهن الكابتن ابداها دور النادي المصري النهار ده يعني ما نقدرش نغفيله كابتن برضه الحصل من النادي المصري هو عاملية ضغط على النادي الاهلي ما اداروش فرصة وبالتالي امتقس فرصة ان ممكن يكون اللاعبة مش في حالة اللاعبة النادي الاهلي والجهاز الفني كمان النهار ده انا بقولك يعني لو النادي المصري ركز شوية في الكرة الهجمية بتاعته كان هدف اثنين والثلاثة ده في واحدة تشاطي توقعت من ايدي الشناوي والجن يسأل عامله الشناوي حان بالك يعني الجن اللي جي الشناوي يسأل عامله طب بتوعيلي اعملها البرا انا بتعملها في الجن ليه ما انت مش منفاجئ بيها ما انت عارف انها تعمل بند في الارض وهو اللي التالتة طبعا الانفراض اللي شالها ديت يعني صحح الجن اللي دخل فيه معين انا كانت تفوق ان هذا خططيا الاهل اللي اداله الفرصة ان هو تفوق التشكيل وطريقة اللعب هي اللي خلت معين الشعبان يتمع في المباراة هدف بدري برضو كابتن ولو ده بيديك انت هدف بدري دي يعني انت بتستفز النادي الاهلي والجماهيره ولعبته فانت بتخلي الدنيا تبقى مغلعة ناره مفروض في الملعب ده ما حصلش ده بالعاكد انت من اسوأ لأسوأ لأسوأ طيب كابتن انا ودعب هرجعلك كابتن وعايزة تقييم اللاعبين زي ما قال كابتن الرضا فيه انفراض فيه برضو في الشوت التاني بعض الكورات اللي ما كانش فيها حالات ضغط في لعابة المصر كانت بتلعب بروحيتها وبالتالي كان بسبب خطورة كبيرة على مارم النادي الاهلي هيا اسألك ليه وهل ده حالة بدنية برضو زي ما الراجل بيقول ولا اللعيبة بعيدة عن تركيزها ولا الشكل الفني نفسه والبداية والتغييرات فرقت كتير مع خطة فعال النادي الاهلي هيا نطلع الفاصل مكملين مع كابتن مصر في الستوديو مكملين مع حضراتكم كابتن يعني خطرة جدا بالنسبة النادي المصر تفسيرك لوضع الدفاع بالنسبة النادي الاهلي النارد هي فيه حالتين يا فاروق زي ما انت قلت معيني الشعباني لعب تلاتة يعني كان بلعب اربعة تلاتة تلاتة كان ضغط على محمد عبد المنعم وايمن أشرف ودي عملت لهم لغبطة بشكل كبير جدا الحاجة التانية ان محمد عبد المنعم مصاب من مباراة السنغال انه انت بترجعه بلعب الراجل اوكي لا انا مش محترد بس احنا بلعب يعني سليم لا انت انت كنت بتلعب بياسر إبراهيم وايمن أشرف وبيطالقين في انسجام في الوقت ده فاروق انسجام اكاتم الراجل معلش انت لو انت حطه عشان تلعبه مبارا لو انت حطه عشان تلعبه طريقة اللعب يا فاروق يعني لتخيل مثلا لو حد الكرة بس مش اقولك حد دخل معه مش اعتراضا ان هو لعب هينزف تاني ادي له يعمله الساعة في الشوت التاني وكان عملية خطيرة يعني انت النهاردة حتى بعد المباراة طلع وعمل عملية في ساعتها فانت بالتالي ده حصل عدم انسجام خصوصا ان انت ياسر إبراهيم وايمن أشرف كان عمالين مباراة لحد ما في مرات الاتحاد كويس ودي عملت عدم انسجام بدليل ان لو راح منزل ياسر إبراهيم وطلع ايمن أشرف يعني انت حسيت ان فيه الاغبطة او حسيت ان مفيش انسجام بين اللعبة وبعضية الحاجة التانية النهاردة مفاتيح لعب النادي المصري ضغطوا على علم علول بشكل كبير وعلى كريم كريم فؤاد انا كنت بشوف حاجة كويسة كان فيه ثقة حتى اللعبة النادي المصري الاهلي ما بتضغطش النهاردة جارندو بيقف على الكورة وبيروح للعيب عشان يرقصه النهاردة الجلسي ده عامل مباراة كبيرة بيتحرك بشكل كويس جدا بيعمل اسستات رائعة خطوطهم متقربة الانسجام بتاعهم موجود حتى النهاردة لا الراجل عاوز يحافظ على المباراة فاروق راح منزل احمد شوشة لما طلع احمد شديد ناوت صاب راح مطلع فقفل بثلاثة ورق فعمل مباراة كبيرة لكن انت النهاردة عشان تتكلم عن النادي الاهلي لا النادي الاهلي يعني انا ما يجبش فوق الدفاع ده كابتن النهاردة ما يقلقش منه او نقلق منه في المباراة تريزم تقلق النادي الاندهاردة لما تضغط عليك انت عملت لك لغبطة في الدفاع في النادي الاهلي وده في طريق لعب الرجاء طريق شمال افريقيا بتضغط عليك وعندهم صراعات النادي المصري لو عنده صراعات المهاردة كان ممكن يكسب يكون واثنين وثلاثة لان كان مفيش حتى مفيش الرقابة الجيدة انا حتى اتكلمت مع كابتن النهاردة انا بقول فيه لعيبة في الملعب تتفرج على المباراة فبيحصل كلام كتير النادي ده فيه لعيبة مش مصدقة ان انت محمد عب منام انت رجل خلاص انت بقت لعيب دولي ولعيب في النادي الاهلي تصدق ان انت رجل سيردبك مصر ما تلعب وما تخافش انت رجل ما عليكش لان انت تمسك الكورة تقطع وتسلم غير كده ما تعملش العادة التانية يكون عندك اي ياسر ابراهيم ومحمد عب النادي اتنين بيقضوها بشكل جيد وبيعملوها بشكل جيد النهاردة شوفنا لعيبة كتير جدا زي ما قال الكابتن الرضا لا فيه لعيبة بعيدة عن مستوى بشكل كبير برضه عشان ما بعيدش عن المصر هل وصول المصر للدور بالنهائي ده برضه مخليه فيه فيه ثقة عند اللعيبة لا اللعيبة عندها تحدي يا فروه لا هي اللعيبة عندها تحدي كبير جدان النهاردة بعد وصولهم للدور قبل النهائي في افريقيا فالربع النهائي عندهم تحدي كبير ياخدوا بطولة يفرحوا جماعيرهم واخدين المباراة دي بروفا ليهم كمان هم عارفين كويس ان هم بيلعبوا النادي الاهلي ادروا معيني الشعباني والجازي الفني واللعيبة قدروا يذكروا النادي الاهلي بشكل جيد جدا اكيد هم اتفرجوا على مباراة الاتحاد والاهلي ودرسوا النادي الاهلي بشكل كبير جدا ساعد على كده التغييرات او التشكيل اللي كان حطه مستر مستمعي طب الروتيشن ده كابت التطاقع او الشكل ده هيختلف في مباراة زي الرجاء مثلا في المقش الجايد بعد الهزيمة دي اه طبع بعد هزيمته النهاردة اسوة قاعد في برج عالي وملوش دعوه بحد ينتقد الصحفيين زي كيروش كده وينتقد اي حد ينتقده يمكن اخيرة انتقد اعلام كبير وقال له مش عارف ايه وقاعدوا يردوا على بعض والكلام ده عشان حتت الاثناشر يوم الاجازة ولا التمانة ايام اللي هو احده لا انا معرفش انا بكلمك هو هو مفروض يعني انت مدير فني خليك في الملعب قول انت بتخسل ليه بتتعادل ليه بتكسب ليه الناس عايزة تسمع كده لان جمهير الاهلي هي انا بقولك مش مش مكتنع بيه ومش معجبة باداء الفرقة اه هو بيكسب وبيقب بطولات بس انا بقولك اهو مش مكتنعين ان هو ده النادي الاهل ا اغتبلك هتقول لا ما اقص البطولات ومش البطولات انا قلتلك قبل كده اي حد بياخد بطولات في النادي الاهل الجمهور ده الواقع دي بقى بيفام وفيه اندية دلوقتي وافي اندية افريقيا دلوقتي زي لا بس البطولة البطولة السنادي في افريقيا كانت قوية لأ أنا بيتكلمش على اللي فات كابت الرضا لأ اللي فات سنة القالة بلاقب نادي مصري وخسر النهاردة أيوة عشان وحش والسنة اللي فات خسر عشان وحش من المحلة وخسر من السموح أيوة عشان بيبقى وحش أنا قلتلك أنت لما بتكلمني بتقول الدوري كده أنا بقولك الدوري كده يعني لو راجل في الجزيرة إلا لو مسومان اللي هو رعي تاني يعني لو راجل السنة دي أخد دوري أبطال حاجة محققاش أي مدرب في تاريخ المدر أيوة عشان صابرين عليه وفي حد ده اللي كان بياخد دوري الأبطال بيانشي حبيبي بيمشي هاتلي واحد كمل إزام هو كمل كده هاتلي مدير فني خد دوري الأبطال تاني سنة ميشي فروق أنت بتكلم دعيب الكورة يا فروق أهم اللي كانت اللي دربت ماشي يا فروق أنت بتكلم هديما في الدوري المصري مشاكل مادية هو يسيب النادي ويمشي هو راجل يعني عايز يستقر ووجد نظره أن رجاح وبالنجاح من الآخر ده مش على مستوى النادي الآلي في الفترة الحالية النادي الآلي عايز مدرب بجدد هتشوف بقى بطولات أحسب من كده وأداء أحسب من كده هتشوف أن الإدارة تسرعت في أنهم يجددوا المسلمين تاني ها طبعا بدليل أن قعدوا فترة عشان يجددوله بدليل لا مش ما تسرعتش دغط كسب برامد يعني كسب الزمالك وكسب برامد فنازم يجددد أنا بقول لك أهو مش هو أبدد طيب الأيام جاية مش هيكمل لو مش بالشكل ده أنا بقول لك لو قسر الدوري السنادي مش هيكمل طب أنت بتقولي أن الراجل بيلعب باللعيبة يعني بالمجوعة اللعيبة أنا معهم فبالتالي اللعيبة هم اللي يبقى بالنهاردة أيو واضحين إنه ما بياخدوش ما بياخدوش يعني اللعيبة هم حاليتهم بقى الوحشة لا يا حبيبي ما أنت مش مديهم حاجة حتى لو المدرب لو المدرب النهاردة مش في حالته اللعيبة بتعمل بتنفس حتى ده ما فيش تاكتك في كورنر ما فيش تاكتك في قاوة ما فيش تاكتك في بداية اللعبة من وراء كرة عالية كتير يعني إحنا ما كنا بنمسي الكرة كان يقول لك فلان يخش عشان بيقطع عشان التاني يجي من وراء عشان توسع مساحة عشان تفضي مساحة مش ده اللي كان بيحصل انت ما بيحصلش الكلام ده كلها اكتهدات لعيبة بأسماء اللعيبة اللي موجودة النهاردة قفشة في حالته هيكسبك محمد شريف في حالته إنما هم كمجمل تدريبات تدريبات عقيمة زي ما أنت شايف كده ولا أي فرقة منظمة هتلعب قدام النادي الآله تكسبه برة مصر وجوه مصر خلي بالك يعني المطش الجاي فيه خطورة على النادي الآله بالشكل ده اه طبعا وانا بطولات أفريقيا بتبقى مختلف عن النادي مفيش حاجة اسماء مختلف هنا زي هنا بل بالعكس كمان إن انت هتيجي مع فرقة هتلاقي كمية الجاري أكتر كمية القوة أكتر الالتحامات أكتر وكمان طريقة اللعبة بتاعتهم هتكبرك وانت وحظك بقى المشكلة يا فاروق ايه المشكلة إنه ده فيه لعب يتقلق بتروح مقعاده المباررة اللي بعدين مين يا كابتان يعني انت حسين الشاحات متقلق فمقعادة الهلال ونزل وعمل جون وجاب جون بس هو بيستخدمه كاورة مبيلة دايماً كان بتتقلنا كلمة واحمد عبدالأدو واضح برضو إنه هو برضو دايماً كان بتقلنا حاجة اللي تكسبه لعبه والنهاردة ماينفعش العيبة يتقلق ويعمو يموت نفسه وينزل يجيب جون ويبكسر الدنيا وبتروح مع عدو المطش اللي بعديه الحاجة التانية انت بتقلف حتى في التشكيل النهاردة بيرستاو هو راجل عايز مساحات عشان يتحرج فيها لكن انت بتحطه راس حار برقم تسعة فما بيقديش انت جاه بحسام حسن هل انت مش مقتنع به النهاردة انت ممكن تستغل الحاجات دي كلها لو انت عاوس لقى بحسام حسن يبقى انت لعب شريف ما تلعبش برستاو وشكله بقاله وحش او بعيد عن مستقلو بقاله فترة عندك اتقام مكسوني بنفس الطريقة يا حبيبي ماشي ما اختلفناش وعلى فكرة النهاردة كان ايجابي حتى بنتفرج هو اللي بيشتع الجون هو اللي كان بيتحرك هو اللي كان بيحاول بشكل كبير هرد عليك في نقطة بس لما انت بتقولي حسن الشحات واحمد عبدالقادر طيب خمس مطشط بالزبط هاتهم كده اللي لعبهم بيرسي تاوه مع النادي الاهل انتاجوا ايه انا الكلام ده لو بيرسي ده وده مكسر الدنيا يبقى في الحالة دي اقولك بس يبقى في الحالة دي اه ماشي يبقى لما احمد يقعد يسكت حسن الشحات يقعد هيسكتنا كمان اللي احنا مش هننكه نقولك لأ اللعب يقامل كل حاجة بس هي مش موفق في الهداف عندما هو لا موفق في الهداف ولا موفق في الكورة ولا اسستان خلي بالك ضغط عليك الحتة دي اكاب الدين النادي المصر ضغط على النادي الاهل يا فاروق وكان بيلعب جيب مفتوح وعملين انتشار بشكل جيد انتشاره كان جيد وكان فيه تركيز واداء عالي وفيه حماس اه حماس لعيبة في الملعب لكن عندهم رغبة انهم ما يكسبوا او بيلعبوا فرقة كبيرة وده اللي بوز طريقة رغبة النادي المصر كانت النهاردة رغبة كبيرة وقدروا يكسبوا وقدروا يكسبوا بشكل كويس عن جدارة واستحقاك لو انت ما كانت احمد عبدالقادر وحسن الشهاتة كانت وحنا بنتكلم عليهم كل ماتش او لما بينزلوا بيعملوا الفارق في النتيجة وتيجي تقعدهم هل ده ممكن بعد كده ما تنزلوا في ماتش زي النهاردة هاهمد هاهمد لان انت مادتنيش حقي لانا قصبتك مرة واثنين وثلاثة وانت برضو مصمم ان انت تنزلني في وقت مخنوع احمد عبدالقادر نازل في الدقيقة 78 حسن الشهات نازل في الدقيقة 68 الكلام ده ما تدي من بداية الشيط التاني ده انا خسران يعني انطلع الشيط الاولاني خسران مفروض انزل ده كل قوة الشيط التاني لان خلي بالك ان طالما الوقت بيعدي بيدي قوة للفرقة اللي هي كسبانة او متعدلة بيدي قوة وصلابة وتركيز اكتر واخد بالك ليه ده انا كسبان النادل الاهلي او متعدل مع النادل الاهلي انما انت لما تنزل دول القوة الضربة دي من اول الشيط التاني كورة جن دخلك في الجيم يبقى انت في اي وقت تجيب الجن التاني وجن المكسب فانت حتى كمان بتهمد الفرير اللي قدامه توزيعك للتغيرات ما كانش في الشيط لا لا خالص هو على الله التسهيل هو راجل على الله التسهيل اسمع ان انا بيقولك اهو فالح بس ايه يقعد يشرح ليس ام امصان كل اتنين والتلاتة واعمل له كده واعمل له يا عم اقول للعيبة انت بتقول ليس ام امصان ولبنا ما بيوصل ولبنا بيوصل لا هم بيعودوا تاني اللي اتنين عا الدكة بحد فيوصل الحاجة التانية يا كابتر ريدا معليش يعني انا النهاردة يا فروق انت بتقول لي كابتر ريدا احسين الشيحات واحمة عبادل انا كالنادي الاهلي او مسماني اكبر الفرق اللي بتلعبني على طريقت انا اجرهم لطريقت انا او اللي تكتيك انا. انما ما استناش لما يجي فوق يا جونو. بعدين ابتدى اغير. في النار ده احمد عبادر الوحيد اللي بيروح على جونو اجاب على الجون. طيب. ما عفشة. خليني بس اقولكوا التصريحات المسلمين بما بعد اللقاء كافة في المؤتمر. واقول الريم. اتربنا اتربنا. عشان تقييماتك بعد اذنك كنت رضا. تليزة. تليزة كنت رضا. اه الاهلي لاقب سبع مباريات في اسبوع. والاصابة وراء عدم مشاركة عبدالله. اه. الاهل اللى هنا بسبع مباريات في اسبوع. ده م مكتوبة. ده فين ده. والاصابة. السبع مطشطة يعني كان من ملعبناش كاس عالم. مطشين كاس العالم؟ اه. اه. الاه. الاه هني كتل النسخة اهو اه. اه اه خليها قدامك بس. اه ده اول كده. الاهل بص الاهل لكنه وبص اه بسبع مباريات في اسبوع. والاصابة وراء عدم. revolver. مشاركة عبدالله ده يوسطcca. يا جماعة. يا شباب ده هو التصريحات بتاعة مسلميني مبعد�요الله. طيب بلاش عبدالله. طيب وحسن الشحات. كما تلعبوا باكرايت يا راجل. لعبوا باكرايت. تمام. اقول لك بس التسلحات وكمل لكات اللي انت عايزت قوله. مبارات المصري اليوم مختلفة والفريق قاتل في الشوت التاني. قادي تاني كتبة. تاني كتبة. بس نعلق على دي. طيب تفضل كده. جاب كم كرة في العرض. هجم كم هجمة عشان يقول لك الشوت التاني القاتل للنادي كرة ياسر ابريم. جات فوق العرض اه. دي الكرة. اه? اي? انا بكلمك على النادي الاالي بيضيع في المطش. طيب. ومكلم تلك مبارات في الاسبوع كتب. مش سهل. يا عم. وحتى لو تلاتة. مهد زمانك بيلعب تلاتة وفي بيراميت بيلعب تلاتة هو بس اللي بيلعب ولا كل الاداة بتيلعب. حجج فضية وملهاش اي كلم. كلم. طيب. آآ طبعا اه مواجهة الرجاء آآ الجايه والحسن الحظ ان المباراة الأولى في القهراء وبيتكلم طبعا على المالي وان الحسن الحظ في القهراء سنلعب Bonanza انا مباراة الرجااء الأولى هنا تاني حاجة سنلعب بطريقة لا ولنبى مقالش بطريقة ساندار ونزليه هنلعب بطريقة الأهلي قولي طريقتك ايه مع النادي الأهلي عشان نبقى فهمهي مش هو جيف في التصريح وقال لك ايه الاهلي دي سوف اضله سنتين عشان يوصل لسان داونز فاكر ولا مش فاكر وستخنيتي معك ساعتا وشدت معك لما قلت ده تصريح مفروض ما ينفعش لان الاهلي واحد كام افريقيا وسان داونز واحد كام افريقيا هو اخنا عايز بيفكر يعني فكرة الاستقرار عاوز دعا في التصريح وادحك على الناس هي الناس دلوقتي بيتحب هو وكيروش ما شاء الله عرفوا الدماغ المصرية فبيبدأوا يلعبوا على الجماعية الفريق عليه ان يفوز في مرات الزهاب قبل السفر دا انت لو ما فوزتش هتمشي كابتو نبودهب عندك تعليق على التصريحات المسلمانية لا يعني انا عايز ارد على التصريح بتاعه انا اقول لك لو احمد عوادر مصاب تابع انت نزلته ليه 40000000 مصاب الا omnicon يعني كدفي اسابة وبتعله ده يلعب اساسي مكانش يعني بالنسبهله مكانش يعني عفروق دا طبيعي النادي الاهل اضايي عفروق دا طبيعي النادي الاهل ايوصل الجون طبيعي النادي اهل اما ايقلوبي ايقاتل عشان sacrific لكن انا النهاردة ما انفعش التصريحات اللي هي بتقول innaدي ايقل عشان genom يقف الشوت التاني انا قاتل عشان ااخد التلتة بنطato عشان انا راجل بنافس عالدوري عشان انا لكن لو اتغلبت النهاردة في فرقتين مستنيين لبتكسب بالدبد بورايا فانت النهاردة عندك حلول لكن انت النهاردة يبقى بيتكلم على مباراة الرجاء لأ مباراة بها صعبة لازم ترجع للعيبة تانية وديه أرصت ودن للعيبة الهزيمة دي كواش انها جات في الوقت ده وده الحسنة ما اصرش على الدورة كتنا بودها بالنسبة لنادي لأه لا ما تصرش بشكل كبير لسه الدورة طويلة لا اه اده خلا دلوقتي التركيز لبرامنز والزمالك يعلى خلا والامل يرجع تاني ودي ودي بطيب ارصت ودن زي اللي شايفينا في الزمالك يعني دي ارصت ودن للعيبة اني لازم تفوق وارصت ودن للجهاز الفني الجهاز الفني قبل اللعيبة قبل ما اطلع الفاصل بس تدوني التقييمات بتاعيكو سريعا كنت ان انا رضا وكنت انا قداب سريعا بس كنت ماشي عشان هارجع الكلام على الزمالك أربعة محمد الشناب علي معلول اتنين ايمان اشرف تلاتة عبد منعم اربعة كريم فؤاد واحد عمر السلية تلاتة قلو ديانج اربعة مكسوني خمسة افشا اربعة بير ستاو صفر محمد شريف تلاتة عندك من تاني بقى نزل حسام حسن اتنين ايمان اشرف ياسر ابراهيم تلاتة كوروج مكسوني ونزول حسين الشحات اربعة برغم ان خده من الناحية الليفت رجعه بكراي ده ما كمل اول كريم فؤاد واحمد عبدالقادر تلاتة المصري كتا المصري هقولك احمد نصعود صد واحدة من هي الوحيدة بتاعت السلية يعني ياخد ستة احمد ناوي خمسة ياسر حامد ستة لو المساج حيسم العيوني عشان الجون ياخد سبعة كريم العقاء ستة فريد شاوي سبعة عمرو موسى سبعة الياسر تمانية ده بقى ساس جديد في الكرة المصرية يعني لو الاهل الجلاصي ده لو الاهل والزمالك تبعوه ده بيلعب بدماغه ما بيلعبش بقوته ولا بالكلام ده فانا بصراحة عجبني جدا جريندو خمسة عمر مرعي خمسة حسن علي ستة برغم انه وضعي على انفرار بس ودائي كله نجمل لقاء كابتن وكابتن عبدالقادر بيقولي بقى نجمل لقاءر بالنسبة لك انا بالنسبة لي الجلاصي طيب كابتن ابو الداب سريعا محمد شنوي خمسة كريم فوادي اتنين يا فاروق عبد المنعم خمسة ايمن عشف تلاتة علي معلول تلاتة السلية اربعة قليدانج اربعة بيرستاة واحد افشا تلاتة مكسوني اربعة محمد شريف تلاتة نزل افشا نزل طلع ونزل حسام حسن ياخد اربعة ياسر ابراهيم اربعة حسين الشحاد تلاتة احمد عبدالي اتنين لانه ما اتشافش بشكل جاي ده فاروق لكن فريق المصر انا باعتقد ان فريق المصر كلهم نجوم يا فاروق نارضة واستحقوا الفوز كلهم قم بيقتلوا بأمان انا انا ممكن مش اعود اقول يعني التوقعات او التقييمات احمد مسعود نارضة قمت الله كياخد سابعة كريم العلاقي سابعة اياسم لعيون الجاب الجون ياخد سابعة ياسر حامد ستة احمد شديد انهو خمسة الياس الجلاصة تمانية عمر موسى سابعة فريد شوق سابعة جريندو سابعة عمر مرعي سابعة حسن علي سابعة نجمع اللقاء كتب انهو جيت نظرك مهين الشعباني مدير الفانك طيب هطلع الفصل ونرجع نتكلم على الزمالك طبقا هناها نص ساعة كابتن نتكلم فيهم عن الزمالك لان عندنا برضو بيرامدز وايضا مباراته مش فرماش الزمالك هي المشكلة يعني في الوقت ده ان انت بتتفرج على ثلاث ماتشاط في وقت واحد واحنا كمان اتفرجنا على الاتنين معرفناش ركزنا مع الاهلي طيب هنتلع للفصل ونرجع نتكلم على مبارات الزمالك ورأيك في فوز الزمالك النهاردة وكابتن ريدا وكابتن موددهب وزي ما احنا قلنا كده يعني هزيمة الاهلي النهاردة وفوز الزمالك وفوز المصر خلى الفرقتين التانيين عندهم أمل وتركيز كبير في الفترة جافة المبارات الخاصة بهم هنتلع للفصل وكملين بعد الفصل شوان طيب قبل بس ما اروح للزمالك في التصريح وإحنا بنتكلم كده هو موسماني قال لي مبارات المصري مختلفة من وجهة ناظرك أنا برضو يعني وانا بقول التصريح ولا أعلم كان هو مركز في مبارات الرجاء لا 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 هو مختلف يعني بقولك مختلف عشان عارف ان هيخسر فهو بيسبق فأقولك مختلفة عشان يوصل للناس ان المصري ده الهزيمة يعني مقنعة مثلا اه ان لجماهير الاهلي طبعا وانا بلاعك فريق قوي جدا معين النادر باس طبعا عمل مبارات كبيرة وضيع انفراضين هم هو نفسه ما ضيعهمش وغبلت بس هو لازم يعمل كده عشان يحل نفسه قدام جماهير الاهلي يحل طبعا لو بيبقى تفكيره في مدش الرجاء رجاء اي رجاء ولا فضاء بالشكل ده يعني انت هو فاضل اسبوع برضو والاسبوع المفروض يعني يبقى فيه للمفروض عادة هيكلة بقى وطريقة لعب نتفرج بس على طريقة لعب يعني انت مثلا ايام فيلر كنت بتلاقي الدنيا قفلت في الحتة اللي هي من العمق تلاقي الاطراف اشتغلت الاطراف اتقفلت تلاقي العمق اشتغل وكورة وتحركات بكورة ومن غير كورة كنا بتشوف الكلام ده ده كان عنده حلول اول عشر دقائق يا فاروق ايام فيلر كنت بتكسى بتاته اربعة طيب خلينا اتحول لماتش الزمالك قابتل والمقصة خلينا بس قبل ما نتكلم مع الجوز الفاني النهاردة الاستاذ مصطفى هدهود نائب رئيس نادي الزمالك بيتقدم باستقالته وبيتم قبول الاستقالة من مجلس الادارة وبالتالي طبعا يعني ده كان نهاردة فيه اجواء خاصة بنادي الزمالك خاصة ببعض الامور الداخلية داخل نادي الزمالك يعني من خلال هذه الامور تم قبول الاستقالة الخاصة بنائب رئيس النادي الاستاذ مصطفى هدهود طيب نتكلم مع الماتش الزمالك رأيك كتر رضا فيه الشكل بقى الفني للنادي الزمالك فيه دلوقتي هل فيه اختلاف عن الفترة اللي فاتت مقبل آخر مباراة دوري الأبطال او حتى في الماتش الأخير اللي في دوري الأبطال بالماتشات اللي بعد كده في الدوري فيه اختلاف فيه اختلاف ايه بقى اللعيبة عازل صالح الجماهير بعد خروج أفرق بس ما كانت صالحة في الماتش الأخيرة كده مفيش كورة مفيش الأداء اللي انت متعود عليه من الزمالك بس هي الروح شوية رجعت للعيبة الزمالك حسوا بس بجماهيرهم عندما تقولي كورة والكلام ده ده فيه واحدة يعني أثناء ما احنا بنحول كده من هنا ل هنا فيه واحدة اتعملت بين محمود علاء وطلع عبو جبل محمود علاء وابو جبل الراجل حطها ايه ده جنب العرض اه شفنا دي ماخدلك نادي الزمالك مضيع ضرب الجزاء ما شفناش برضو الكورة بتاعت نادي الزمالك اللي هي اللي انت متعود عليها هي بس زي ما انت بتقول كده فيه روح الروح دي ان الجماهير لما حسد اللعيبة لما حسد ان الجماهير قلب عليها فهم عايزين يصالحوا الجماهير ففيه اسرار شوية عندما ككورة وفنيات والكلام ده لا محتفظوش مشاكة زيزو من البداية كابتن كانت مفاجأة ليك ولا دا شيء طبيعيك مفاجأة مفاجأة على الكلام اللي هو تقال الاسبوع اللي فات او قبل مطش بيرمنت عديدا ان الرجل مش عايز يجددوا الكلام ده هترجع ريمة لعدتها القديمة تاني بدليل انه تلع رجل بمعنى ايه كابتن ريمة لدي تلعني يعني كل الناس اللي احنا كنا مش عايزين نشوف الناس دي بقى بجد احنا كش عايز تشوف زيزو المطش ده لا ماشي عليه بقى الليحة زي ما انت بتقول يلعب بمين بقى كابتن مع لعب المرة ريفتت وقدام برمز وكسب مش مهم بمين المهم من نيلة ما بكون خالصة بتكسب ما انت لعبت بالنجوم دي قدام بترو قتلتك وخسرت قدام سجرادة وخسرت قدام الرجاء ولا الوداد وخسرت واخد بالك فانت لا صح الا صحيح اقعد الرجالة المعلمين دول هتشوف اداء احسن وكرة احسن ولعب احسن تفسيرك ان بزيزو ضيع ضرب الجزاء النهاردة ما هو جاي بقى عشان يقولك ان ما فيش حاجة بينه وبين الراجل وهيضيع والفترة اللي جاي هيضيع تاني لان زيزو ما بقولش تأثيرها من المطش بتاع المنتخب كابتن تأثير حاجة ده مفروض النهاردة كان جابها عشان نقول الليزر هو السبب في ضياحها الليزر مروش دعوة لا تأكيدة بقى خلاص بس عشان ما تتخدش علينا عشان لسه فيه ان شاء الله يحكملنا المطش يتاعيك لا الليزر السبب والنهاردة كان فيه الليزر بس الليزر مش اخدر لما برسل تأو ضيع ضرب الجزاء في الاتحال برسل تأو ضيع يعني كان الليزر برضو لا لا ده فكرة حالة نفسية بالنسبة لأحمد سيد زيزو بعد ما يضيع في مطش كبير زي مطش سنغال بتبقى برضو بعض الامور لسه حالة الثقة هو عايز يباين ان ما فيش حاجة بينه بين الجهاز الفني ولا نادي الزمالك ولا الكلام ده وانا من رأيي ده كان ضغط عليه يعني طبعا انا من رأيي ما كانت الشاط يعني كان التشكيل النهاردة شايفه كان بدايته والله احنا كنا في تشكيل النادي العالم لا انا مجبع نهاردة من وجهة نظرك تشكيل نادي الزمالك كان مقنع بالنسبة كانت الرضا النهاردة في انه ايام المباراوية انت بتلعب المقاصة قروع اي حد تلعبه لازم تكسب انت بتلعب المقاصة وانا سمعت ان بن شارق الطرد بن شارق الطرد في البورة كده بيلف الظهر وكده ورجلية عالية جات في بطن لعيب من المقاصة اه ناشي يعني انا ما اعرفش بقى راحوا للفار كتصباحي ويشافها في الفار وده له طرد ده تشكيل نادي الزمالك النهاردة كابتن ابو الدهب عندك تعليق فاركت ان ابو الدهب قاعد روقة ولعب بزيزو بس ده التغييرة الوحيد اللي حصل التغييرة اللي بيقول عليك ابو الدهب ده اصارت بشكل كبير لا فاروق بص يعني هل هي اصارت يعني انا مستغرب جدا اقولك النادي الزمالك يستحق او الزمالك يستحق انت بتلعب فريتين كبار بتلعب هالدولية عندهم الدوافع اكبر عندهم لعيبة دولية كبيرة اكتر لعيبة من نواحي المادية عالية فانت بتالي عندك قوالتي مختلف عن لعيبة الاهلي او المصري او المقاصة او جونة او اي فريق حتى برامدس حتى تلاقي اللعب تلعيل والزمالك عندهم من الدوافع اكتر فبالتالي لما بتنزل لازم يبقى عندك الرغبة في الفوس عندك ان انت الهدف الاول ان انت بتحطه او قدامك دايما انه نكسه بالتالة بنت وده اللي كان موجود عند اللعب في الزمالك لكن خلانا اقولك ان انا بحيب غير النهاردة اعاد الانضباط اعاد الارتزام لبعض اللعبين اللعيبة بقى بتلعب وعندها جدية حسد بالمسئولية وده افضل او اقرر وقولك ده بقرار مجلس الادارة مع جهز الفني ان انت الهاردة خدت جرار بتاديت تقرس وابتاديت تشد وبعدين تضرب على ايد من حديد لبعض اللعبين اللي هما خلاص بقى فاكرين نفسهم بقى اكبار او معلمين لا النادي الزمالك اقوى النادي الزمالك هو اللي باقي فبالتالي اللعب الانهاردة رجوع لعب تالي لا انا بتكلم على اللعب على الطريقة لا يا كابت اما انت الهاردة انت بتتعامل بقى انت غزبن عنك بتتعامل في عاصل احتراف يعني انت النهاردة في المباراة انا اول مرة او بقى لي سنة بتفرج على اشرب بن شرقي المباراة اللي عملها برامل زهيلة من تحركات وجاب جونه عمل اسيسي وعمل التاني النهاردة بيلعب بشكل كبير انت عارف ليه؟ او في حاجات مختلفة لا 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 لان هو عايز رجع تاني العقود العقود بيعدت عنه الفترة الاخيرة دي فعايز يقول ان انا هو وانا رجعت المستوى التاني اللي انا بلعب فيه لو انا روحت نادي تاني يا كابتن انت ما انا هعمل نفس الطريقة طب فاي اي نادي هيخافي تعاقد معايا خصوصا انت في عدم تركيز لا مفروض الاندية اللي هي هتتعاقد مع الناس دي ان لا اعلى هو انت قاعد سنة نعملي في الدرة طب لما انت بقى تيجي برضو تيجي تجد عندي في اخر سنة ولا حاجة هتعمل لي نفس الكلام عشان بتبقى عاستين خلي بالك انت عندك مشكلة يا كابتن مش على مستوى نفس الاساسي والله يا عبدالد والله يا عبدالد النهاردة انت لو لعبت طريق حامد جنب امام عشور عمله مبارا كبير وحط اي حد بعد كده طريق حامد بيدافع يعني شغلانت ان هو بيدافع انه بيقطع الكورة ويسلم يا كابتن لازم قافلها مع احترامي في الكورة لكن اي بدي حرية امام عشور ومدي حرية اوباما وبن شارقي وزيزو ما بيجموش يا ابني حتى لما بيدي حرية ما بيجموش يا كابتن ما ممكن يكون واقفين يا كابتن انت بتلعب فرقة برضو ما انت مش بتلعبش حد ان انت تبقى واقفة او ان لازم انت بتلعب فرقة النهاردة من دم قلتلك زي ما قلتلك المصر النهاردة لما دغط على النادي الاهلي فيه غلطات حصلت كتير هل برضو ان النادي زي ما دي خروجه من دوري ابطال دم يديله برضو اريحية في المطشط زي كده كابتن ردو لا عكس الاهلي مثلا لا لا اداله ضغط بقى ان انت معندكش هلا الدوري طب او اريحية في عدد المباراة لا 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 اسيبك من ايه وانت لسه ما هو لسه خارج ملاعب سجرتها من جمعة اللي فاتن ماشي بس معندوش لسه ملحبش معندوش المطش اللي ده بالعكس بالعكس لا يا حبيبي دلوقتي انه جمعير الزمالك بالطلبك بالدوري وكمان تحديدا بقى كمان بعد اخسارة النادي الاهلي النهاردة يعني بعد اخسارة النادي الاهلي النهاردة هيبقوا هيخشوا تاني تحت ضغط اكتر من الاول يمكن كان الاول الفرق ستة بنته وكان الموضوع بعيد والكلام ده دلوقتي لا خلاص بقت في ايدك يعني انت لو الزمالك كسب الاهلي المطش اللي جاي وده كسب وده كسب بس الزمالك كسب ممكن ياخد الدوري بالموقات المباشرة لو كسب مثلا 3 صفر لان كان الاول خمسة تلاتة فكده ممكن ياخد دوري واخد بالك فالكرة فيها كل حاجة فانت دلوقتي اتحط عليهم ضغط اكتر من الاول يعني احنا مثلا كنا بنقول ايه فريرا ولا فيرا ده جيه ولقى الوضع كده بتاع افريقيا ان انت خارج فبيلعب غصبة عنه انما انت دلوقتي لسه في امل في الدوري لو الدوري راح يبقى لازم تحمله الفريرا طيب خلينا اخد تصرحات فريرا كابتن نهارده بعد مباراة المقاصة كنا اقوياء ذهنيا ضد المقاصة وزيزو سيسدد رقلات رغم اهضارها ماشي كابتن ده برضو كلام استهلاك وعارف رجل بيدي سخة اللعب بتاعه ما يقولوش لا بس خلي بالك فرقة المقاصة عملت فرقة مطشي كويس نهد قوي لفرقة الزمالكة انا بكلم على التصريح لا التصريح لا التصريح محترم انا بقولك ان انا بدي سخة لا ما يقولوش لا يبقى بينه لا 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 يبقى بينه وبينه طيب اتكلم برضو ان المقاصة كان مستريح في الفترة اللي فاتت اكتر طبعا بشكل اكبر عيب كده عيب عيب انت بتلعب نادي المقاصة اللي هو قصة ماشى كله نجومه وجايب لعبه من الدرجة التانية والتالتة وبعدين انت تكسب واحد صفر وانت نادي الزمالك اللي بتنفس على الدورة وكنت عايز تكمل في افريقيا لا ما تقولش بقى ان استريح بص دي شمعات بتشوف ان فريرة فريرة عنده لعيب مفضل بالنسبة له كابتن فنانة زمانيك ولا كله زي بقى لغد بقتي عنده لعيب مفضل مين الطريق حاني شايف حاجة غير كده كابتن ابدال ان هو بيكام بيقولك انا ما عنديش لعيب مفضل كلام كتير الكابتن انت مش كله كل ما هو كابتن معلق طب اقول لك زي رؤى ده ما بيلعبش ومقاعده النهاردة ينفع كلام بيتحقق علينا ويمشي هو خلي بالك وكمل رمضان عشان الدنيا تبقى زي الفل احنا صايميه طبعا اتكلم على اشب بن شاري وطرد ان هو مش يبقى موجود المطش اللي جاي هيوفر البديل البديل كابتن انا بودها بمين ممكن يبقى موجود وانت عندك اوباما وعندك امام عشور وعندك اسلام واسلام واسلام جابر عنده عنده ناس كتير وعنده حلور خلي بالك كمان فيه حاجة فروق بدليل ان ارضه لما بيلاعب زيزو بعد المشكلة اللي حصلت في المورة اللي فقاتت لا بدي على الوقت ان دي بقولك ان انا كل اللعيبة سواسية مم ما بيفضلش عن حد نحد لان انت خلي بالك انت الطبيعي ان انت زيزو كان عامل مشكلة ما العبش انت كسبت برمت زمان غيره وهو اللعب مهم على فكرة هو مهم كبير لكن هو بيتعامل مع كل اللعيبة سواسية بشكل كبير فيه ان سواسية فيه انت لو مدير فن يا كابتن وجبت زيزو سيبك من زيزو زيزو لازم يلعب انا بكلمك دلوقتي انت جاي دلوقتي والمعلم طريق حامد قالك مش هلعب غير لما اجددوا الكلام ده وكان عامل حوار ده دي حاجة مع الادارة يا كابتن للراجل ميين لعب ليه معه معه ما فيش غنى عامل في الحتة دي لقم في خطة في الزمالك انا بتكلم في الزمالك في الحتة دي بيقفلها يا كابتن كله كله نفسك نابو جبل وبين شارك كده ما انا بقولك انت يا كابتن انت النهاردة طريق حامد وابو جبل وبين شارك وزيزو يا كابتن دول عمود فقري يا فروق يا حبيبي دول قوام النادي زمالك انت النهاردة عشان مجددتش البين شارك وزيزو وابو جبل وطريق حامد يبقى انت بتهدي الفرقة بتهدي الفرقة لا يا كابتن ازاي كدتن يا بنا ماشي الرجالة دي موجودة وانت خرجت من افريقيا لا يا كابتن ازاي الرجالة دي موجودة مرتين ما خدتش افريقيا يا كابتن طريق حامد لما رجع الوقتي اتزبطت الدنيا في نادي زمالك الأداء بقى جيد امام عشور بقى بلعب لا ما احترام بص يا كابتن اتكلم ملعبش في افريقيا ملعبش يا كابتن في افريقيا بمصاب اسمالك عليك لا يا كابتن اسمالك عليك انت بتاية كده مش على بتاية والله العزيزي والله العزيزي بص هو يعني انا بالنسبة لي عادي جدا بس انتوا مفقمين بواحد كبير بيمسكور ورجعها الوراء يا فاروق انت لازم تلم الدنيا الوقتي كنات زمالك او مجلس الدنيا جايز فني انت خرجت من افريقيا بص بص اللي اشها الى الدوري فانت يا معندكش البديل اللي 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 الطراق الحامد معندكش البديل يا ابو جابل محمد عواد بيلعب ší يا ابو ما عندكش البديل اللي sho ما عليش دي غالطة لي بس دول قوامة Jo قوامة الساسي او عاموت فقري للناد زمالك يا حبيبي لو انت معلش يبعو انت لازم تلعبه طب انت عاملة فى المسيزه عاملة مشكلة عشان عشان لسان بس بس tamb art في النادي الاهلي قوام اساسي? مع الراجل ده? اه? لا. هيا بص. طب. بس كون اللي اقول لي طب ده بفكرة القوام الاساسي. واحد زي السيسي. كانت شغال مع كارترون. ولكن السيسي يلعب في اتحاد يلعب في المصر يا فرقون. ليه بقى من وجهة نظرك مع اه فريرا مش شغال? معرفش. وانا معرفش ان الراجل ده يعني قدامه سنتين ولا تلاتة السيسي ده. مفروض هو اللي ياخد ويركب على قشف بن شارك. يا كنت انت سيسي مين? والله سيسي ما هي طريقة لعبه مش النادي زمالك. يلعب باتحاد يلعب مصر يلعب اي حتة تاني لك ان هو كان لعب النادي زمالك والله سيسي مش مفيد. مين اللي قال لك كلامك? انا بقول لك كده. يا راجل ده لسه خالني اعمال. بدليل ان اي مدير فن بيجي ما بلاعبوش. يا راجل ده كان بلاعب. كارترون ما كانش بلاعب. يا حبيب يسمع كلام. هو لعيب جايد يا مين? هو السي. يا كنت ان ما هو ما هو. هيلعب على بن شارك ما تسمع. هو شكابلة بيلعبه. هو شكابلة بيلعبه. لا لا لا. انا بقول لك اهو. يقدر كان في الفترة اللي هو مكسر فيها الدنيا. هيلعب على شكابلة ولا على بن شاركي? لو هو جامد يلعب. ازاي يعني? لو هو هيفيدنا دلزمان. يا بدا عزيكان احمد عبدالقادرق مطوعة في المصر. والراجل ما بيلعبوه. انا خلي ما بيش بشكل كبير يا عبد. ده لعيب كويس. ولعيب لازم يناخد مطوعة. ماشي. لو انت لازم يناخد مطوعة. ماشي. بدليل لزيزو لما جيه من البيت. وعمل مشكلة جيد من البيت. عن دخل تقيمات لعيب النادي الزمالك يا كابتن. ان المواقع هاجبت المرة اللي بتاني. اه طبعا. اه اه. كابت ريد عندك تقيمات لعيب النادي الزمالك النهاردة? مشوفتش المطش. اه. نشوفتوش. انا شوفتك قرار اللياب بعد مطش لأهل. لكن هم عدوا مباراة جبيرة بشكل جيد. الفوزة مهم من نات زمالك كابتن. دخلوه جوه الجيم الدور بشكل اهل. اه. بقى هو دلوقتي مطش بتاع العيب والزمالك واللوقتي يقول لك الدور في ايه. اه. ده عيزة الاتنين مشوا الاتنين بيكسبوا. هو متل نادي الاهل لعب حداشر لقاء لغاية دلوقتي نات زمالك لعب تلتاشر لقاء. ايوه. برضو نادي بيرمز لعب اتناشر لقاء. يعني دول عدد المباراة لكل فيه. يعني العلي فاضل له مطشين? اوكي انا فاضل له مطشين. ولا مطشين? مطشين? او. لا مطشين. على حسب اللي قدامي. مطش واحد. فهم مطش واحد. طيب انا مكتوب يا جماعة قدامي بس ان الاهل لعب حداشر. اه. لا. اه. مكتوب ومطشوا علو الزمالي. واحنا اتكلمنا عليهم. مع العلم ان لو الاهل ميش كده في الدوري هيقع تاني. بالشكل ده. الشكل هو مطلق لجمهير الاهل للشكل بتاع النهار ده. طيب. اه انا كنت عايزة اسألكو على مطش اللي جاي بالنسبة او نتكلم على البرمز ده كن مفيش وقت. مطش الاهل اللي جاي بتشوفه كابتن بالنسبة امام الرجاء كنت انا بودها بسريعا. يعني بالاداء ده وبالشكل ده لا صعب. فرقة رجاء فرقة كبيرة وفرقة محترمة. ولازم تكسب باداء ونتيجة هنا على فروق على اساس تروح هناك في المغرب يكون مرتاح. طيب كبت الرضا. في لعيبة الاهل هتلم بعضيها. حيوان. وحينزل يبقى في اجتمعات. وانا بقول لك هتلاقي سيباك بقى من المدرب. اركنه على جنب. هتلاقي لعيبة الاهل في المطش ده. غيب المطشات اللي انت شفتها. طيب. احنا طبعا النادي الاهلي بعد ما طلب من الجهات الامنية الخاصة بالجمهور ودخول الجماهير. والساعة الكاملة بالنسبة للمباراة القادمة هتكون فيه استاد السلام او استاد النادي الاهلي او استاد السلام هتكون موجودة ان شاء الله بالساعة الكاملة دي حاجة جميلة. خمسة وتلاتين الف متفرج هيكونوا موجودين في الاستاد. يقدروا يحركوا اي حد. ان شاء الله جمهير النادي الاهلي تقدر تتعامل بشكل جيد في المباراة دي وتقدر تدي قوة دفع بالنسبة لفريقها. مباراة مهمة ومباراة يعني هتودينا في حتة تانية تكسب هنا مكسب كويس تروح هناك في مباراة الرجاء في مباراة الاياب تبقى الامور بالنسبة لنا ان شاء الله سهلة وبسيطة لكن طبعا نسهلة على نفسنا هنا في البداية نطلع ان شاء الله للمغرب نطلع لأي حتة نقدر نكسب بأمر نادي الاهلي نادي كبير ونادي هو حامل لقب سنتين وراء بعد والتالي ان شاء الله كل التوفيق ديهم بكرة هنكون معاكم حلقة جديدة من البريمو تسبوع على خير اشتركوا في القناة